والحقيقة مش بس الرجال حتى السيدات كمان في الكرة الطائرة يعني أرقام كبيرة جدا 37 لقب في بطولة الدوري كنا قبل ساعتين تأهلنا لنهائي كأس مصر بعد الفوز على نادي سبورتين دادا صف وبالمناسبة الطرف الثاني في نهائي كأس مصر للسيدات يوم لتنين هو نادي الصيد بعدما فاز نادي الصيد على نادي الزمالك في 100 عقبة 3-0 إذن الطرف الثاني في النهائي هيكون نادي الصيد الحياة اللي بيعمل فرقة كويسة والمباراة مش هتكون سهلة في غياب اتنين من اللاعبات المهمين هنيجي الوقتها وهنتكلم عليهم أنا بس يعني حطيت حضراتكم في الصورة قدي ايه الفرقة دي مهمة طيب الفرقة دي بيضم فيها اتنين أجانب اتنين أجانب في الموسم ده مع فريق كرة الطائرة ريموند وجورجيف اللاعب بورغالي ولاعب ريموند كندي وجورجيف بورغالي اللاعبين الحقيقة هيكونوا معانا وهنتكلم معاهم وتشوفوا قديهم ما دخلوا جواه الفرقة النادي الأهلي بيعلي قيمة أي لعب لما دخلوا جوا الفريق بالرغم انهم مدرستين مختلفين كندا ودي مدرسة مختلفة يعني مستقلة بذاتها وايضا بلغاريا شرق اوروبا برضو ثقافة تانية ومدرسة تانية ولكن الاتنين اتقلموا جدا مع النادي الأهلي واللي شاف ما تشاطر طائرة السنة دي عرف قد ايه هم دخلين جوا الفرقة ما تحسش انهم أجانب سواء في التغييرات سواء في اللعب طلعين نازلين ما تحسش انهم أجانب تحسوا انهم فرد من أفراد اللعب المصرين الموجودين الحقيقة أرقام كتير لو عدنا نتكلموا نسردها وبالمناسبة الكرة الطائرة في النادي الأهلي رجال أكتر للأندية في العالم حصدا البطولات سواء محلية أو قرية برصيد واحد وتمانين بطولة كم كان؟ كم تاني واحد وتمانين بطولة النادي الأهلي أكتر وعلى فكرة اتحاد الأفريقي قال ده على صفحته واشهد ان النادي الأهلي أكتر نادي في العالم في الكرة الطائرة حصدا للبطولات سواء المحلية أو القرية ترجمة نانسي قنقر